أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد خسائر في الأسواق العالمية ينعكس أو تنعكس هذه الخسائر بشكل واضح على سوق دبي كما تلاحظون 1% من التراجعات في مطلع التداولات أبوظبي على ارتفاعات قوية بـ 1% نراقب أسهم بنك الخليج الأول بعد توزيعات مرتفعة وبعد نتائج قياسية مصقة استقرار والكويت فيها شيء من التراجع بـ 0.1% لنبدأ من سوق دبي هذه أسهم دبي الإسلامي على ارتفاع بـ 0.2% السهم يوم أمس لم يتفاعل مع النتائج الإيجابية ومع التوزيعات المرتفعة بيت التمويل الخليجي تراجعات هذه الأسهم هي الأكثر نشاطة دبي للاستثمار تراجع بـ 17% رغم أعلان الشركة عن ارتفاع بـ 156% في أرباح العام الماضي إلى مستويات 822 مليون درهم ماذا عن الأسهم البنوك؟ ها هي بيت التمويل الخليجي دبي الإسلامي ودبي التجاري على ارتفاعات قوية بعد النتائج ارتفاع بـ 18% في الأرباح السنوية ولكن أرباحها الربع الرابع قفزت بـ 126% إلى مستويات 259 مليون درهم أفضل بكثير من التوقعات التوزيعات هي 30% توزيعات نقدية و10% توزيعات منحة والواضح السهم أنه يتفاعل بشكل قوي مع هذه النتائج لننتقل إلى أبو ضبي إذا مؤشر السوق على ارتفاعات قوية اليوم في مطلع التداولات هذه أسهم بنك الخليج الأول مرتفعة بقوة بـ 5% بعد النتائج القوية التي سمعناها أرباح فصلية استثنائية بالفعل أعلن عنها المصرف أعلى أرباح في تاريخه كفصل نتحدث عن ارتفاع الأرباح إلى مستوى 1.37 مليار بالمقارنة مع 1.15 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2012 أيضا زاد من التوزيعات إلى مستوى الدرهم بالمقارنة مع 83 فلسكا توزيعات نقدية عن العام 2012 وأيضا نتحدث عن 30% توزيعات أسهم منها على فكرة هذا السهم يوم أمس قبل صدور النتائج كان فيه ارتفاعات ولكن كانت إذن يبدو بأنه كان هناك إشاعات في السوق حول هذه النتائج ولكن اليوم أيضا نستمر بتجديل المزيد من المكاسب البنوك الأخرى ضعيفة كما تلاحظون أبوظبي الوطني تراجع بحدود 2% ماذا عن السوق الكويتية؟ نراقب اليوم أسهم كيبكو في هذه السوق كيبكو أصدرت سندات لمدة خمسة أعوام قيمة هذه السندات 500 مليون دولار تم التسعير على الحد الأدنى من التسعير المقترحة هي سعارة هذه السندات بـ 4.8% كان في طلب قوي يعني جمعت الشركة حوالي 3 مليار دولار من أصل 500 مليون دولار هي بحاجة إليها هذا هو مؤشر السوق السعري يسجل تراجع بـ 0.2% مؤشر كويت 15 أيضا على تراجعات هذه أسهم بعض البنوك بيتك لم نسمع بعض نتائج هذا المصرف اليوم يسجل تراجع بأكثر من 1% مشاهدين أنا أعود معكم في فترة لاحقة أعود الآن لسارة ومهيرة شكراً يا لار